الانترسيبت الأمريكي ليه مقابلة مهمة جداً منشورة في 31 ديسمبر 2021 مع المحامية اليمنية هودا الصراري المقابلة بتقول إن الأستاذة هودا هي كانت تقريباً أهم مصدر لمنظمات حقوق الإنسان الدولية عن الاعتقالات أو الاختفاء القصري والشبكة السجون السرية التي أنشأتها القوات اليمنية الموالية للإمارات في جنوب اليمن منذ 2015 وإن شغل الأستاذة هودا أدى لإحراق كبير جداً للقوات الإماراتية وكذلك للقوات الأمريكية لأن بعض المسؤولين الأمريكيين كانوا بيقوموا بزيارة هذه السجون بشكل سري ولكن للأسف الأستاذة هودا كما تقول المقابلة دفعت تمن غالي جداً بسبب شغلها الهام في حول إنسان حيث تم اغتيال أحد أبنائها واضطرت هي كمان للترك اليمن والإقامة في المنفى في مكان لا تعلن عنها